ناقش سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الوزراء المعنيين الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور وذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان وكانت هذه المباني أنشئت قبل العمل بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وقبل كودي مشروع البناء الجديد الخاص بمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أكد سموه ضرورة تطبيق المتطلبات الفنية الواردة بالكود من خلال إعداد المخططات الهندسية للمشاريع وعدم إجازتها والمصادقة عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين إلا بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة بكود البناء للأشخاص ذوي الإعاقة اشتركوا في القناة